غدر وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق محمد زكي العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكري رفع المستوى في زيارة رسرمية تستغرق عدة ايام من المقرر ان يبحث القائد العام خلال زيارة مع كبار المسؤولين العسكريين سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات كما يناقش خلال زيارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا على الصعيدين الاقليمي ودولي وتطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط مشاهدية الكرام ينضم الي عبر الهاتف لواء محمد زكي الالفي المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا سيادة لواء اهلا بك ومرحبا اذا افاق التعاون العسكري المصري الفرنسي افاق كبيرة ووسعة من قبل كان هناك اكثر من اتفاقية سواء فيما يخص المسترال او بعض القطع البحرية وكذلك تارات الرفال هذه الزيارة اهم ما يدور فيها في ضوء العلاقات المتماززة زي ما شاتك تفضلت في العرض المتماززة لا تفرض بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الفرنسية والعلاقات المسلحة الفرنسية بصفة عامة بيتوجه السادة الفريق محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الى فرنسا يرافقوا وفد عسكر رفيع المستوى في زيارة رسمية هتستغرق عدة ايام هتناولوا خلالها بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك انا اعتقد ان اهمها هو التعاون العسكري المستمر بين مصر وفرنسا خاصة في زور في ضوء ما تم تقديمه من فرنسا لصالح قوات المسلحة المصرية من بعض الاسلحة الهامة وذات الاهمية الاستراتيجية والتي تؤثر واثرت ورفعت من جفاءة القوات المسلحة المصرية وقدرتها في مواجعة العديد من المخاطر والتعديدات الاقليمية المحيطة بها على سبيل المثال زمساتك تفطرت وذكرت كانت المستران والقطع والعديد من القطع البحرية وبعض من القوات طائرات القوات الجوية والتسليح الخاص بها والانواع المتقدمة من الصواريخ التي يمكن تستخدمها القوات الجوية والتسليح وقطع الغيار ايضا كان تم قبل ذلك تنفيذ تدريب مشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية خاصة بالنسبة للقوات البحرية وبعض الوحدات الخاصة وده يدخل في مجال التدريب ورفع الكفاءة في مواجهة العمليات الإرعابية وأعمال القرصنة التي يمكن أو المحتمل أو الممكن أن يتوقع أن تتدخل تدب بعض السفن التجارية التي يمكن أن تمر أو بتنقل معظم أو المواد البترولية أو المواد التجارة من خلال الممرات البحرية البحر العمد قناة السويس والبحر المتواصل سيتم هو يعني هي الموضوعات كلها بتتم أو كل ذلك بيتم في إطار من جو من الثقة المتبادلة بين الطرفين واللي بيأكد هذه الثقة ما تم من اتفاقيات في التسليح وفي التعاون تمت في مسبق قبل ذلك بالإضافة إلى ما تمر بين المنطقة الآن من بعض الأحداث الهمة في مواجهة العمليات الإرعابية أو العناصر الكامنة التي يمكن أن تؤثر على مسيرة التقدم والاستقرار والموجود في فرنسا أو في مصر وخاصة ضد عمال السياحة أو المناطق السياحية طيب سيد الواقع يعني أعتقد أنه من أهم الأمور أيضا التي يجري التعاون فيها مسألة التدريب التدريب لا أقصد به فقط المنورات المشتركة أو العمليات التدريبية العسكرية لكن التدريب على إدارة القطع التي تصل إلى مصر وتدريب على الصيانة وربما أيضا الانتقال إلى مسألة قطع الغيار والتصنيع أيضا هناك تعاون تكنولوجي عسكري مهم بين مصر وفرنسا إلى أي حد يعني يمكن أن يكون الطموح في هذا المجال المجال المشترك في تصنيع واستخدام القطع بكفاءة شديدة أعلم أنه كل قطعة تأتي لابد أن يسبقها تدريب لكن ماذا عن توالي هذا التدريب ونقل الخبرات الفرنسية إلى الجانب المصري؟ أعطى زي ما تفضل أس حضرتك ذكرت النقطة مهمة جدا هي موضوع التدريب والصيانة لأن أي قطعة حربية سواء كانت بحرية أو برية أو في القوات الجوية أو خلافه لابد لها من استمرارية الاستمرارية بتتم من خلال عمال الصيانة التي يتم التدريب عليها هم في البداية خالص من البداية بيتم دفع بعثات وأفراد من عندنا سواء كان من قوات المسلعة من الضباط أو من المتخصصين بيتم تدريبهم قبل استلام عزيل قطع ثم بعد أن يتم تدريبهم هناك بتتم إجراء تدريبات عملية في مكانهم هم موجودين معهم وفي تعاون معهم بعد كده عندما تنتقل إلينا القطع إلى مصلحة العمليات المصري بتقوم عزيل برضو عزيل قطع بالكامل أو هذه المعدات والأسلحة بيتم نستخدامها تبقى للمصرح فبيتظهر هناك ممكن بعض المشاكل أو بعض الإيجابيات وبيتم التغلب على المشاكل بالتعاون مع الجانب الفرنسي وبهواء الإيجابيات بيتم تميتها وزيادتها وما نكتسبه نحن من خبرات من خلال التدريب المشترك وعمل مناورات دي بنكتشف هم بتاخدنا خبرات استكدام وإحنا برضو بنقول خبرات اللي احنا عصولنا عليها من خلال التدريبات المشترك أما بالنسبة لأعمال الصيانة وأنها أو الموضوع التطور التكنولوجي لهذه المعدات واللي احنا نقدر نتعاون فيه أنا أعتقد أن هذا برضو سيكون أحد الحجيشياء الأمة والموضوعات الأمة التي سيتم تناولها خلال هذه الزيارة إن شاء الله وخاصة أنها أول زيارة للسيد الفريق محمد زاكني القائد نعم قوات مسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وما صحبه من وبد عالي ورفيع المستقر سيدة اللواء يعني نطمئن جدا إلى قواتنا المسلحة ونثق في قدراتها نثق أيضا في منظومة التطوير وأنه يعني هناك أفاق بتستشرف دائما وهناك طموح لأن يكون القطع البحرية وسلاح الجو وأيضا الجيوش الميدانية والمشاوعة وغيره الأسلحة المختلفة طبعا يعني في أفضل وضع ماذا عن تطوير المعدات وماذا عن القطع الجديدة التي قد تنضم إلى أي من الأسلحة المختلفة يعني هل أيضا نشهد صفقات جديدة باعتقادك بالتأكيد هناك أشياء أولا يعني أنا عايز أأكد عنه طبعا ليس كل ما هو موجود أو ما بيتم تطويره أو ما يتم الحصول عليه بيعلن على الملأ رغم أنه ممكن أن يكون هذا مراقب تماما ومعروفا على مستوى الدول إنما ليس كل ما هو موجود يعلن أو يعرف لكن هو بالتأكيد كل ما سيتك تفضلته وذكرته ده فعلا هيكون محل المحل العزيز المباحثات وهذه اللقاءات التي تتم وتدور فهناك أكيد أسلحة أخرى جديدة ولا نوجة ونجد نتناول هذه الأسلحة ونتتعاملها وسيتم التدريب عليها والإعداد العلمي والتأهيل لها لكن هو زي ما قلنا في البداية خالص هو الأهم حاجة ليس الحصول على المعدة فقط وليس ولكن هو عملية استمرار هذه المعدات وهذه الوسائل وهذه الأسلحة واستخدمها بكفاءة ده هنا يكمن في قدرات الفرد نفسه وإن هو يبقى موجود معه دائما كل ما هو خطوط نطلق عليها هنا قطع الغيار الخاصة بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة المستمرة لهذه الأسلحة وهنا هناك يكمن هذا السر داخل الفرد نفسه اللي يحبون عليها القدرة أو الكفاءة القتالية للفرد نفسه في استخدامه هذا السلاح وهذه المعدة ونحن ناصق في هذا الجانب تماما في أبنانا فقط بسلحة وفيما نتعامل معهم من دول ومن يتعاونوا معهم أكيد أشكر حضرتك على وجودك معي سيادة لواء يعني لأن هذا الموضوع على قمة اهتمامات المصريين دائما الذين يقفون دائما خلف قواتهم المسلحة الجيش الوطني المصري اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اشتركوا في القناة